النهاردة مهم انتهى منذ رحظات ومنع على الهاتف دكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور تحياتي وتحياتي المهندس عدلي مساء الخير يا عبد إبراهيم ومساء الخير يا بش مهندس عدلي أهلا يا دكتور إزاي حضرته الله يكون فوقونا كل أيام دي أيام شغل كتير احنا عارفين كل جماهير النادي الآلي طيبة وكل أفراد الشعب المصري طيبين وممناسبة هذه الأيام المباركة إن شاء الله وحلول عيد الأطحى المبارك دكتور النهاردة كان فيه اجتماع للمجلس مش هده حقيقة النهاردة كان فيه اجتماع لمجلس دارة النادي الآلي في رئاسة الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود الخطيب كان حريص على يعني مراجعة الموضوعات اللي كانت تمت في الفترة الماضية سواء كانت بتتضمن مشروعات وكان آخرها حفلة تدشين مشروع القرن وكان الكابتن كمان حريص على أنه يخيط المجلس بترسيبات المرحلة القادمة والتكلفات اللي هاتم في المرحلة القادمة لأن في الحقيقة الكابتن محمود طبعاً هيغضع في الفترة القادمة من غدا إن شاء الله لرحلة علاج طويلة المدة شوية لأن طبعاً هو محتاج فترة علاج وفقاً بتعليمات الأطباء اللي هم مختصين بالحالة بتاعت الكابتن محمود لأن احنا كنا عارفين أن الكابتن محمود في الجامعية العمومية الماضية كان فيه قرار هيتقال لأعضاء الجامعية العمومية المؤخرة أن الكابتن محمود هيطبع الرحلة للعلاج لفترة زمنية طويلة الحقيقة لأنه كانوا عندهم رغبة كبيرة جداً في نجاح عملية العلاج وبرنامج العلاج هيرتكز على البعد عن الضغوط والحمل العمل اليومي الطويل المدة الزمنية اللي ممكن يصل لـ 12 ساعة و 14 ساعة فكان فيه عندنا يعني ظروف غير مناسبة للخروج لهذه الرحلة العلاجية نتيجة لحالة المرض اللي تعرض لها الأستاذ العمري فاروق وأعقبها حالة الوفاة فاستر الكابتن محمود يلغي العلاج ويلغي فترة السفر للغارج ويعود لأرض الوطن عشان يتابع أمور الأستاذ العمري فاروق أيضاً وأمور النادي الأهلي اللي كانت موزعة التكلفات لكن في الحقيقة النهاردة تم عمل توزيع تكلفات على استاذ أعضاء المجل في الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للقيام برحلة العلاج اللي هي مطلوبة من ساطرة لقيت في الحقيقة التحليلات الأخيرة كانت تظهر أمور غير إيجابية وبالتالي كان من الضروري السفر والالتزام بقى بالبرنامج العلاجي فسوف يسافر الكابتن محمود من غدا إن شاء الله لرحلة علاجه والالتزام بتعليمات الأطباء والباد في هذه المرحلة التي أصبحت ضرورة ملحة في الفترة الحالية هل مقدر مدة الراحة والعلاج يا دكتور؟ والله الأطباء في الفترة اللي فاتت كانوا محددين في فترة ست شهور أيام وفاة الرحل العمري فاروق كانوا محددين ست شهور لفترة العلاج الفترة الحالية على الأقل يعني على الأقل إحنا ممكن يبقى عندنا مش أقل من شهرين لثلاث شهور لاستكمال العلاج بالشكل الذي يقرره الأطباء خطة طول هذه المدة وفقا لقرار الأطباء وفي حالة استعادة الحالة الصحية الطبيعية ممكن أن تكون هذه المدة أيضا أقل من ذلك لكن ده هيتوقف على التزام الكابتن محمود ببرنامج العلاج وعدم التغرد لأي ضغوط خلال التطرة القادمة إن شاء الله هل فيه قرارات أخرى في المجلس؟ يعني كان عندنا مجموعة من القرارات التي تتعلق بمتابعة الأعمال الموجودة في النهدي لكن كمانا كان عندنا قرار واحد من القرارات أيضا المهمة التي تتعلق في التعاون مع شركة استادات للاستثمار رياضي واحدة من الشركات الوطنية إن المجلس النهاردة قرر أن يعدم التقرير اللجنة بمشكلة من قبل مجلس الإدارة للتعاون مع شركة استادات الوطنية بشأن عادة هيكلة المجموعة الاقتصادية التي هي موجودة بين شركة استادات والنادي الأهلي وأيضا عادة هيكلة قناة النادي الأهلي يتبع لشركة الأهلي للإنتاج الإعلاني في التعاون مع شركة استدارات اعتماد تقرير اللجنة ولا تكلف لجنة بهذا العمل؟ لا اعتماد تقرير اللجنة كانت مشكلة بقرار من مجلس الإدارة طريق 1-10-1-24 1-10-1-24 النشاط الرياضي كان فيه أي قرارات في تشكلات أجهزة فنية وغيره؟ لا لسه تشكلات الأجهزة الفنية إن شاء الله على قبل 1-7 إن شاء الله يتم اعتماد تشكلات الأجهزة الفنية للنادي وكل تشكلات النشاط الرياضي إن شاء الله كرة القدم فيها أي قرارات؟ كرة القدم كان فيه اجتماع للجنة التخطيط وفي الحقيقة لسه عندنا موثل سويل طبعا لكن هي دائماً بتبقى على الدراسة صفيدة لكل الموضوعات التي تتعلق بكرة القدم وعندما يكون هناك قرارات تتعلق بكرة القدم سوف يتم إعلامها على جمهور النادي الأهلي اللي أكيد بيبقى حريص من تتابع كل شاهد النادي الأهلي كابت الخطيب طرح على أعضاء المجلس تفاصيل مشروع القرن هل فيه أي قرارات تم الاتفاق على مراحل التنفيذ في الفترة الجاية؟ تم استعراض البرامج المتعلقة بالمشروع في الحقيقة والتأكيد على إن إحنا حارسين على إن إحنا نصبع هذا البرنامج التي تم وضع دائنية شديدة في إطار اتفاق موجود ومكتوب ويمكن أعلننا عنه في الحفل بأن عدد صفحات يمكن الكابت الخريص كان نعلن عدد صفحات عشان يبان حكم الضفقة والتفاصيل الموجودة التي تتعلق بهذا المشروع بحيث توقفات التنفيذ المساحات المحددة الأعداد التي يستوعب كل المشروع سواء كان الجامعة سواء كان المدرسة سواء كان الدستات المساحات المحددة لكل منهم المراحل العيدات التنفيذة فقد أعتقد في أجلس الأكشن بلان الموجودة لهذا الموضوع بتفاصيله التطفيقة بتوقيتات زمنية محددة بمصادر تبويل وضع وبجهات مسؤولة عن التبويل دكتور احنا بنشكرك جدا وتحياتنا للكابت الخطيب وتمنياتنا له بإذن الله تعالى برحلة علاجية موفقة ويرجع منها إن شاء الله تعالى في أحسن صحة وحال إن شاء الله شكرا سبحاني شكرا